لكن بكل أمانة لو بنتكلم بقى على مباراة إنبارح وحد عايز يقيم مباراة إنبارح لازم يطلع يتكلم على الإجابипات اللي حصلت في مطش إنبارح الأهل إبارح لعب مباراة 90 دقيقة باليقبة بدنية على أعلى مستوى الأهل يلعب 3 مباراة مع 3 مدارس مختلفة في وقت زمن قصير جدا ومع ذلك رجع إنبارح بيلعب مباراة مع المريخ السوداني مباراة على أعلى مستوى تسعين ذي أليقة بدنية على أعلى مستوى بتجيب ثلاث أهداف في ربع ساعة من منتصف الشوت الثاني شيء والعروع بيتس المسيماني بيعمل تغييرات في مباراة مبارح فيها استفادة كبيرة جدا بالنسبة للأهل للفترة الجاية بيستبدل بدر بنون وبيلعب بساعة سامرة عشان يدخله في أجواء المباريات أحمد ربضان بيكان بياخد جزء من المباريات وبيستبدل محمد هنا عشان يريحه والتربواليا مبارح أولى الأهداف الإفريقية وأولى الأهداف مع النادي الأهلي استفادة كبيرة جدا ومكسب إيجابي كبير جدا لولتربواليا مع النادي الأهلي بالإضافة لده كمان عندك كمان التغييرات اللي تمت انت مبارح لما نزلت مروان محسن ومحمد شريف كانوا أكتف وكانوا بلعبوا شكل قوي في الناحية الهجومية خرج أفشا وخرج قهرابة بعد مباراة كبيرة بالمناسبة كهرابة مبارح وبيحرز الهدف الثاني ليه في دورة أبطال إفريقيا نادي الأهلي خلال هذه البطولة لعب مبارتين مع بطل النيجر وأولى المباراة مع المريخ السوداني في ثلاث مباراة بنتكلم عن معدل تهديفي تسع أهداف في ثلاث مباراة تسع أهداف في ثلاث مباراة فالإيجابيات مبارح في مباراة الأمس كانت كتيرة فعشان كده زي ما قلت يعني الرد بتاعي على اللي تقال هو يدوبك على نفس المساحة وعلى نفس القدر اللي بيستحقه اللي يتكلم فيه مبارح بخصوص النادي الأهلي وأحد لاعبي النادي الأهلي وبالمناسبة عشان برضو الناس تبقى شايفه وبتتفرج مبارح كانت مباراة برشنوة باريستان جرمان كان في دا يا لجوة وحوار ما بيننا بيكيه مع أنتون جريزمان وكانت المباراة أي مباراة وأي مطش وأي فرقة كورة دايماً بيبقى فيه حوارات مع اللعبة في الملعب لكن الإعلام لو عايز يوجه رسالة إيجابية بيتكلم في إيجابيات لكن لو أنت فاضي ومش لها حاجة تقولها فتبقى تتكلم في فرايات وحاجات لا طاليق لكن احنا طبعاً مش هنسمح بدا حفاظاً طبعاً على لعب النادي الأهلي والفترة اللي جاية عشان عندهم مباراة كبيرة جداً وكلهم ركزين بالمناسبة في المباراة ومش هيلتفت لكل هذه الصغائر ولا هذه التفاصيل اللي ممكن تشد شوية انتباه البعض لكن جمهورنا الحمد لله بيبقى واعي واخد باله وفاهم وبيبقى حسن منيع وأول رد بيجي من الجمهور بالمناسبة وفي نفس الوقت احنا بنحافظ على نفس المعنى ونفس المبدأ اللي احنا في ظهر اللعبة وفي ظهر الفريق لآخر المشوار بإذن الله طيب مباراة الأمس هي المباراة رقم 23 للنادي الأهلي مباراة متتالية بدون خسارة على مدار آخر 5 سنوات في دورة أبطال إفريقيا منذ عام 2016 23 مباراة مرتتالية دون خسارة مباراة بتقام على أرضك ما بين جمهورك وسط جمهورك أو حتى مباراة بتقام بدون جمهور تعلق أجايب الأمس أجايب بعد غياب من نهاية إفريقيا لعب مباراة بالمراس وانبارح لعب مباراة كبيرة جدا تعلق بشكل كبير جدا بدر بنون رمانة خط الدفاع وبدر بنون من اللعبة اللي هتعمل فوارئ كبيرة جدا في القرى المصرية الفترة الجاية بالمناسبة بدر بنون مش هيكون إضافة فقط للنادي الأهل لا في لعب كتير جدا هتستفيد بوجود بدر بنون للفترة الجاف تحديدا في خط الدفاع لأن اللعب إزاي بيبدأ الهجمة وإزاي بيلعب بتوازن بشكل قوي جدا مع خط الدفاع أي أنكمل جواره سواء أيمن أشرف سواء ياسر إبراهيم حتى سعد سمير كل اللعبين الحمد لله ظهرين بشكل جيد جدا مباراة الأهل بيلعب وكسبان المريخ ثلاثة وبيفتقد ستة من أبرز عناصره الأساسية ستة من أبرز عناصره الأساسية فبالتالي فيه إيجابيات كثيرة شنو مبارح كان متعلق فيه كورة في الديئة 77 فبالتالي مبارح أنت عام المباراة لأعلى مستوى حققت السلس نقاط جبت سلسة أهداف بترفع جرس إنذار لكل الفرع الإفريقية أن نادي القرن بطل إفريقيا يسعى بشكل كبير جدا للحفاظ على الأميرة الإفريقية في نهاية المشوار بالنسبة لدور الأبطال